مع المنتخب قطولة أفريقيا النهائي تصوات كاس العالم برضو موقف انتحاري راحت بيحس ان هو في اللحظة دي ان هو خلاص فقد الأمل قول لي بعد ما شدت الكرة وما دخلتش شفت ايه وحسيت بايه احساس طبعا صعبة جدا احساس ان انت مميز في الحتة دي انت يعني ده انت الراجل بتاع الحتة دي وعملتها قبل كده وعملتها بعد كده هي الظروف نفسها خلتني حتى بعد المتش انا بسأل نفسي انا ليه عملتها كده انا مش داخل يعني انا داخل شط الكرة انا مش في دماغي خلاص اعمل اه لا مش في دماغي خلاص بس ايه اللي وصلني ان انا اعمل كده انا لسه بسأل نفسي لغاية دلوقت لان انا بقول طبعا بعد بعد يعني طبعا بعد لما ربنا يريد يعني انا لو شطها عشر مرات ممكن اجيبه عشر مرات بالطريقة اللي أنا بشوت بيها لكن إيه اللي خلانا بشوتها بالطريقة دي لسه الغد دلوقتي مش لقي إجابة هل صحيح الليزر بتاعه الحاجات دي؟ الليزر بيخليك لجزء من الثانية أنت مش شافي كرة لجزء من الثانية وإنت حاطت وشك في كرة كده أنت في حاجات شفت لما ببصت للشمس كده كتير وتجي ببصت يتحس إن في زغلالة هي الجزء من الثانية وأنا بشوت الكرة حسيت باللقر عايش هو سؤال غابي أنا أصلي عمري مش شوط يعني مش عمري شوت البنالتيات بس كنا بنشوت في الجون الصغير ده يعني شو البنالتي وندرب العالي وندخلها بعد يعني كنا بنتصرف بطريقة تانية هو أنت محتاج تشوف؟ طبعا أنا دايما إحساسي إنه اللي بشوت البنالتي ده هو رايح حاطتها بحتة وخلاص يعني لا لا ما هو أنت لازم تشوف الكرة يعني أنت وأنت بتشوت لازم تبص على كرة فيه ناس بتشوت بطريقة مختلفة تبص على الجون بتحرك فينه وحطهله في الزوية التانية لكن أنا التكنيك بتاع الشوطة بتاعي لازم أبص على كرة فأنا الجزء من الثانية دي اللي بصيت فيها على كرة مش عايز أدّي مش عايز أدّي مبررات لنفسي يعني أنا فيش مبررات ميسي ضايع وكريستيانو ضايع ووينبابي ضايع يعني كل عظماء الكرة في العالم وزيدان ضايع كل العظماء ضايع أنا كنت أتمنى أن أنا ممكن أضيع ضرب الجزاء بس مش في اليوم ده بالزاد أي أول ما لقيتها تصدد حكيلي من جوه حصل إيه هو يعني الحسن الحظ أنا ما في الوقت ده كنت برضو عندي أمل أن احنا برضو هنصعد كان عندي أمل كده بيقول أن احنا إنه نعوض إن شاء الله يعني غير كده أن هم كانوا مضايعين اتنين قبلنا يعني هم شطوا واحدة ضايعوها فأقولت فيه أمل لسه فيه لسه إحنا كده كده سفر يعني سفر سفر فلسه بقى هنكمل بس ربنا طبعا ما أردش كل ده حاجة مكتوبة يعني أيوا اللحظة دي شفت إيه سمعت إيه أول ما راحت أول ما راحت أنا في الوقت ده ما بتحسش بالصدمة غير بعد كده يعني أنا في اللحظة دي ما حسيتش يعني يعني ضاعت طيب الحمد لله وكده إن شاء الله أم عوض يوم ما صفر حسيت أه يوم ما صفر وحسيت إن خلاص الأمل خلصت ما فيش أمل ما فيش أمل ساعتها بقى بتحس إن الدنيا كلها وبعد دي نصروا الاتنين دي ضايعوا إيه ما بيضايعوش يعني ما عندهمش هزار دول يا والله يعني نصيب يعني بس